عم بيصير محرخة للفلسطينيين في غزة عم بيصير تدمير منهجي للمدن كما حصل في مدينة غزة تقريباً 50% مدينة غزة مساحتها وبنيتها أكبر لمدينة بيروت 50% من مبانيها تم تدميرهم الإسرائيلي عم بيحاول يقطع شريان الحياة عن 2 مليون و300 ألف فلسطيني في قطاع غزة وعم بيحاول أيضاً يفعل الشيء نفسه بطرق مختلفة في الضفة الغربية وحسب خصوصيات في الضفة الغربية ولذلك نحن فعلاً قدام مرحلة ربما تكون أكثر قسوة من الخمسين يوم الأولى اللي مرأت في الماضي مقاتلين حماسه بيصمدوا ضمن الأنفاق بس الشعب الفلسطيني مش بالأنفاق الشعب الفلسطيني على وجه الأرض وهو الذي يتحمل الضرب وهو الذي يتحمل كل ثقل هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية وبالتالي هم أمام مسؤولية أيضاً أنه عليهم تغيير موقفهم وإطلاق مواقف جديدة سياسية وإنسانية لتحمي الفلسطينيين من هذا المصير المرعب الإسرائيلي ما زال مصرف على مسألة التهجير إذا لم تكن بفتح الحدود عن طريق إجبار المصريين في معبر رفح ستكون بتجميع الفلسطينيين على تخوم هذا المعبر من أجل دفعهم أمام خيارين إما الموت في القذائف والنار أو الموت جوعاً المصالح الأمريكية الشرق أوسطية والدولية إذا ما تطابقت مع المصلحة الإسرائيلية الديقة والخاصة لابد لإدارة الأمريكية أن تتخذ إجراءات ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية وبهذا المعنى الاستدراك البسيط هل تتحمل أنا أطرح الأسئلة التي تحدثت عنها الدكتور هل الإدارة الأمريكية تتحمل مثلاً انهيار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هل تتحمل الإدارة الأمريكية وهي في زمن الانتخابات انهيار معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية هل تستطيع مصر وهل تستطيع الأردن الخروج من هذه المعاهدات؟ يعني ما شفنا أي موقف عربي راح إلى الأقصى هم ما طارحين الخروج من هذه المعاهدات حتى تبغط على إسرائيل عفواً الموقف المصري ما طارح إسقاط المعاهدة الموقف المصري قال أنه الاعتداء على الحدود المصرية وتهجير الفلسطينيين خط أحمر مصري وبهذا المعنى أن الجيش المصري سيأخذ إجراءاته وسيقف ند للجيش الإسرائيلي هذا هو المعنى السياسي نعم وإحنا هون قدام أزمة فعلاً بتمس وبتهز هذه المعاهدة الرئيسية التي كانت هي الركن الرئيسي لتحويل سياسات أمريكا في الشرق الأوسط يعني إحنا نحكي عن المعاهدة التي بدأت كل مسيرة السلام في الشرق الأوسط على أساسها وبالتالي هم غير قادرين يعني على المغامرة في لحظة يعني لإرضاء التطرف الإسرائيلي اللي ما إلو حدود يعني أنه يضحوا بمصالحهم على مستوى المنطقة ككل اشتركوا في القناة